رحلة طويلة من الحرب، التحرير، العمليات التي سبقت حرب عام 73 السلام بعض القوة بالطبع والآن نحن نبني وننمي في سيناء كيف مرت هذه الأيام؟ 51 عاماً مرت على نصر أكتوبر ولم يتوقف الشعب المصري عن البناء ولن يتوقف عن البناء وهذه عظمة الشعب المصري نحن نتحدث عن ملحمة وطنية ممتدة منذ هذا العبور وما قبله يعني منذ اليوم الأول لحرب الاستنزاف وحتى الآن إذا كان الجيل السابق من الأباء والأجداد قد عبر إلى سيناء فهذا الجيل يعبر بسيناء إلى الجمهورية الجديدة وهذا يؤكد أن الملحمة الوطنية مكتملة ومستمرة يعني ما حقه الأباء والأجداد فيما يتعلق بتحرير الأرض والعبور إلى هذه الأرض وتحريرها من العدو الآن أيضا هناك عبور بهذه النقطة الغالية من أرض الوطن اللي تلحق برجبة الجمهورية الجديدة لهذا الوطن وبالتالي كان التحرير الثاني أو العبور الثاني المتعلق بالتعمير أيضا امتداد لهذا الأمر وحفاظا على مكتسبات هذا الأمر وبودنا من أجله أيضا تضحيات وبودنا من أجله أيضا شهداء والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية أيضا خادوا معركة قوية وصعبة للغاية ضد عدو مختلف ربما في الشكل ولكن في النهاية هو عدو حاول أن ينال من هذه الأرض وبالتالي هي معركة مستمرة الحقيقة أن هذه الملحمة بدأت في اليوم الثاني ما بعد النكسة حينما قرر الشعب المصري أن لا يستسلم لهذا الأمر أن لا يقضع لهذا الواقع الجديد بل قرر أن يغير هذا الواقع ويمكن هذا المصطلح كان حاضرا في حديث سيد الرئيس عبد الفاتح السيسي في الحفل المتعلق بتخريج الطلاب من الأكاديمية العسكرية تحدث عن تغيير الواقع وأن الشعب المصري لا يقبل دائما بأن يستسلم للواقع طبعا الواقع هنا تحدث عن الواقع المضر أو الواقع السلبي وبالتالي كانت اللحظة الأولى لإعلان النصر حينما استيقظ الشعب على إرادة حقيقية أنه سوف يبدأ في حرب استنزاف حقيقية هذه كانت أولى خطوات وذي كانت بداية الإرادة القوية بتأكيد أولى خطوات حقيقة النصر أنك لا تقبل بالهزيمة لا تقبل بالانتكاسة لا تقبل بالخضوع لإرادة الآخر وبالتالي كانت الإرادة هنا حاضرة بعد اليوم الثاني من النكسة وذهب الشعب المصري إلى حرب استنزاف قوية بطولات على مستوى القوات المسلحة المصرية وأيضا حتى على مستوى الشعبي يعني لا يمكن أن ننسى أن مدن القناة قد خاضت معارك بجانب قواتنا المسلحة المصرية وطبعا أهلينا في سيناء من البدو ومن ساكين سيناء أيضا كانوا في ظهر قواتنا المسلحة إذن ملحمة وطنية منذ اليوم الأول من حرب الاستنزاف ثم ذهبنا إلى مرحلة خداع استراتيجي كانت جزء لا يتجزأ من العبقرية المصرية إنك تضع العدو في حالة إيهام في حالة غوص في الأحلام العميقة إن هذا الوطن قد استسلم للحرب في حين إن هذا الوطن يعني يعد العدة بكل ما أتي من قوة للزهاب وتحييخ الناصر معركة من الخداع الاستراتيجي بعبقرية الرئيس الراحل أنور السادات استطاعت بالفعل أن تخدع العدو بل تخدع العالم أجمع إن هذا الوطن ربما سوف يخوض هذه المعركة ومازالت تدرس هذه الخداع التي استخدمت في حرب أكتوبر عام 73 في العلوم العسكرية حول العالم لكن دعني أتحدث عن كيف تحول الشعب المصري رغم كل هذه التحديات وكل هذه الصعوبات والتي تفرد بشكل أو بآخر في هذا العصر بحروب مختلفة عن الشكل التقليدي الذي تم اعتياده لكن أصبحت هناك الحروب الإلكترونية حروب الجيل الرابع التحديات الاقتصادية المختلفة كلها ضغوط بتقع على عاطق الدول العربية والشرق الأوسط بشكل عام ما هو العبور الآن؟ ما هو المطلوب؟ يمكن بالفعل أتفق تماماً المعركة اختلفت أو شكل المعركة اختلفت ولكن طبيعة الحرب الممتدة فكرة الحفاظ على هذا الوطن الحفاظ على أركان هذا الوطن الحفاظ على استقرار هذا الوطن هي حرب متولة وجميع الأجيال تخوض فيها معارك مختلفة الأشكال يعني كما كنا نتحدث الأباء والأجداد خادوا حرباً مباشرة بشكلها التقليدي لمواجهة العدو وتحرير الأرض ثم جاءت معارك أخرى لمجابهة الفكر المتطرف والإرهاب لتحرير أيضاً الوطن من الإرهاب والفكر المتطرف استعمر العقول بالضبط وثورة 30 يونيو كانت نقطة اشتعال هذه المعركة الفكرية المهمة لتحرير الوطن من هذا الفكر المتطرف ثم ذهب الجيش العظيم والشرطة المصرية الباسرة لأيضاً مواجهة فلول الإرهاب في سيناء ومن ثم هذه أيضاً كانت معركة مختلفة ثم نذهب الآن لمعركة من نوع آخر وده في الحقيقة اللي كان حاضر في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكدام العسكري حينما ربط الماضي بالواقع وطبيعة ما حدث في الماضي بطبيعة الواقع الآن واتحدث عن المتغيرات الإقليمية وطبيعة هذه المتغيرات وتأثرها على الداخل المصري ما يحدث في الإقليم لسنا ببعيدين عنه يعني الدولة المصرية قدرها أنها صاحبة موقع جو سياسي بالعكس صحيح في القلب من في القلب من كل هذه المشكلات التي تحاض بنا يعني الحدود الغربية والشرقية والجنوبية كلها أزمات يعني الدول الشقيقة ونتمنى لها السلامة ولكنها في الآخر لديها أزمات لها تدعيات سلبية على الداخل المصري وبالتالي هنا اليقظة هنا أن تدرك أن المعركة لم تنتهي وإن كانت الحرب بشكلها الفكري قد تغيرت لأن الآن الحرب تحتمد على فكرة إفشال الدول من الداخل إحداث نوع من أنواع التشكيك والشائعات عشان كده أيضا هسترجع حديث آخر لسيد الرئيس حينما تحدث منذ أيام قليلة أيضا عن فكرة الشائعات والتشكيك وخطورة هذا الأمر وتحدث عن دور حتى الإعلام والمتقفين والكتاب في هذا الأمر في زيادة الوعي لأنها معركة وعي في نهاية المطاف إذن المعركة الآن هي معركة وعي يخدها الشعب المصري في الحقيقة ببسالة وأنا أعتقد أن التجارب السابقة خلال العشر سنوات الماضية بتؤكد أن الشعب المصري تكون لديه وعي حقيقي وحائط صد فكري حقيقي أمام هذه المخاطر والدليل على كده أن الفكر المتطرف لم يستطيع أن ينال من هذا الوعي هذه نقطة حينما أحدثت مصر الإصلاح الاقتصادي أيضا وعي المواطن المصري جعله يتحمل هذا الإصلاح الاقتصادي ويؤذر الدولة المصرية ويقف بجانب قيادته السياسية حينما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وتبعتها الاقتصادية على العالم كله وعلى مصر في الأمن الغزائي رأينا الشعب المصري متفاهم لهذا الأمر نعم نتأثر وكل شعوب الدول للعالم تتأثر والشعب المصري يتحدث والجميع يتحدث ولكن في نهاية المطاف هناك هوعي يجعل هذا المواطن متزن في الحركاته مؤادرا لدولته متمسكا باستقرار الدولة حينما رأينا الأوضاع تشتعل في قطاع غزة ليس لديه الوعي بطبيعة المعركة نعم وتسماح بتصفية القضاءة الفلسطينية